اشتركوا في القناة فيما يتعلق بالحفاظ على حقوق المتقاعدين ومكتسباتهم وعدم المساس بها في جميع الأحوال مشيرا إلى أنه لم تطرأ أي مستجدات في استراتيجية الحكومة المتعلقة بأنظمة التقاعد المعتمدة في الوقت الحالي من جانبها أكدت هيئة التأمين الاجتماعي في معرض تعليقها على طلب مناقشة الموضوع العام أنه بناء على الدراسات الاكتوارية تبين ضرورة البدء في إصلاحات على الأنظمة التقاعدية والتأمينية القائمة حاليا مشيرة إلى أنه تم إعداد مقترح يتضمن جملة من الإصلاحات التي تهدف استدامة الصناديق وتحسين أوضاعها المالية والحد من زيادة العجز الاكتواري وتتضمن المقترحات تعديلا لنسب الاشتراكات التأمينية والتقاعدية بهدف خلق توازن مناسب بين إيرادات الصناديق والمصاريف التقاعدية والتأمينية مع مراعاة مبدأ عدم المساس بالحقوق التقاعدية والتأمينية المكتسبة ومع الأخذ بمبدأ التدرج في التطبيق لمنع الإضرار بأصحاب مدد الخدمة الطويلة مؤكدة أن هذه الاقتراحات لا تزال قيد الدراسة لدى الحكومة الموقرة